اشتركوا في القناة والضحاياه والتصدي له مؤتمر دعي إليه بشكل خاص الطلاب الجامعيون من مختلف أسقاع العالم ممن يتابعون تحصيلهم العلمي العالي في الجامعات الفرنسية ولهذا الخيار هدف أن هؤلاء هم من ستوكل إليهم مهام المستقبل ولم يكن صدفة اختيار قطر كنموذج لدعم الإرهاب عبر الإخوان المسلمين بشكل خاص قطر هي الحليف الرئيس للإخوان المسلمين والممول لهم إنه تحالف مديد كان له التأثير في انتخابات جرت في عدة بلدان عربية عقب انتفاضات عام 2011 الإخوان المسلمون ليسوا فقط مبدعي الإرهاب منذ عام 1920 لكنهم قدموا أيضا لكل جماعات الإسلامية من الجماعة الإسلامية في مصر إلى داعش اليوم الكوادر الرئيسية لها مسلمو أوروبا هم ضحايا الإرهاب وعلاوة على الذين سقطوا بنار الإرهاب في بلدان أوروبية هناك أيضا الذين غرر بهم وحملتهم دعايات التطرف إلى بلدان الحروب ليقتلوا هناك وقد ندم العديد منهم أشكر المعهد الفرنسي للدراسات والعلاقات الخارجية لاستذافتنا في هذا المؤتمر وخاصة في جامعة فرنسية في قلب الجامعة التي تخرج الرجال والثقات وتخرج كذلك النخب السياسية وفي جميع المجالات اليوم نحن نتحدث عن الإرهاب والتمويل الإرهاب أول دعوة معنية بذلك هي توجيهنا اتهاماتنا وخاصة فضح هذا النظام القطري والأسف الشديد الذي دعم أكثر من 160 مليون على أوروبا لتقوية النظام ما يسمى الإسلام السياسي حركة الإخوان وقضية كذلك تجنيد الشباب أوروبا أكثر من 7000 شاب وقع تجنيدهم وتسفيرهم إلى سوريا والعراق وإلى بؤر الإرهاب أكثر من 2000 من فرنسا دلالة كبيرة لتوقيت انعقاد هذا المؤتمر هي أنه يأتي مع الملاحقات بقضايا الرشاوة في حق رئيس نادي باري سان جرمان القطري ناصر لخليفي وكان حاضرا في المؤتمر كتاب الصحفيين الفرنسيين الشهيرين جورج مالبرونو وكريستيان شينو بالفرنسية وعنوانه قطر وسر الخزائن الحديدية وفي الكتاب كيف حاولت قطر شراء فيتروسي في الأمم المتحدة وماذا وراء استثماراتها في فرنسا أرى أن لقطر وجهين وأنما لعملة واحدة وهذا على علاقة بالجهة التي تحاورهم على يوم أن يتوقف عن هذه اللعبة الصغيرة نحن لسن أغبياء ونريد أن نعرف ما الذي تريد أن تفعله قطر للتصدي للإرهاب مؤتمر قطر والإخوان ورعاية الإرهاب مؤتمر إدانة واضحة لقطر على لسان المشاركين فيه ودعوة إلى الأوروبيين إلى التعاطي بحذر معها محمد صادق تلفزيون مملكة البحرين باريس